مع أننا اعتدنا على التركيز في لقاء السنوي معكم على القضايا الداخلية اسمحوا لي هذه المرة أن أبدأ بالأوضاع في فلسطين فأشق أن الفلسطينيون يعيشون ظروفاً عصيبة تفوق التصور ولا يجوز السكوت عن القصف الهمجي غير المسبوق الذي يتعرض له المدنيون في قطاع غزة أحدى أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان في العالم ولا تجاهل العداد المهولة من ضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء تعلمون جميعاً أننا دعاة سلام وأننا نتمسك بقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية وغيرها وأننا ضد التعرض للمدنيين الأبرياء من أي طرف وأياً كانت جنسيتهم ولكننا لا نقبل الكيل بمكالين والتصرف وكأن حياة الأطفال الفلسطينيين لا تحسب وكأنهم بلا وجوه ولا أسماء ما يجري خطير للغاية بما في ذلك الدوس على جميع القيم والأعراف والشرائع الدينية والدنيوية وليس على القانون الدولي فحسب والتصريح الإسرائيلي والعلني بالنوايا غير الشرعية مثل التهجير وغيره نحن نقول كفا لا يجوز أن تمنح إسرائيل ضوءاً أخضر غير مشروطاً وإجازة غير مقيدة بالقتل ولا يجوز استمرار تجاه الواقع الاحتلال والحصار والاستيطان ولا يفترض أن يسمح في عصرنا باستخدام قطع الماء ومنع الدواء والقذاء أسلحة ضد شعب بأشره نحن ندعو إلى وقفة جادة إقليمية ودولية أمام هذا التصعيد الخطير الذي نشهده والذي يهدد أمن المنطقة والعالم وندعو إلى وقف هذه الحرب التي تجاوزت كل الحدود وحقم الدماء وتجنيب المدنيين تبعات المواجهات العسكرية والحيلولة دون اتساع دائرة الصراع ونود أن نسأل المصطفين خلف الحرب والذين يعملون على إسكاة أي رأي مخالف ماذا بعد هذه الحرب هل ستجرب الأمن والاستقرار للإسرائيليين والفلسطينيين؟ وأين سيذهب الفلسطينيون بعدها؟ الشعب الفلسطيني باقن وكذلك معاناته في ظل الاحتلال والحصار والمصادرة والاستيطان لا تقدم الحرب حلاً من أي نوع كل ما سوف يحصل هو تفاقم المعاناة وازدياد عدد الضحايا وكذلك الشعور العميق بالغبن وسوف تنشأ أجيالاً من الأطفال الذين مروا بهذه التجربة المروعة بما فيها صمت المجتمع الدولي على قتل إخوتهم وأترابهم إن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار للشعبين هو ما يتم تجنبه حتى الآن وهو تحقيق السلام العادل والدائم وحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة التي يقرتها الهيئات الدولية بما فيها إقامة دولتها المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ترجمة نانسي قنقر